اول خبر مشترفيه خالصي حسام ده يوجع البطن والله يوجع البطن اه هو يوجع البطن الصراحة بس انتهى نهاية سعيدة هنقولك ايه الخبر هنروح للتوانيا وفي دولة لتوانيا حصلت عملية اجراحية غريبة جدا اجراها واحد من الاطباء اللي احد الاشخاص اللي حضر للمستشفى هو بيعاني من الام شديدة جدا في بطنه طبعا حطوه على كاز الاشعة واللي اظهر اجسام معدنية غريبة بيصل طولها احيانا لعشرة سنتيمتر في معدته طب يعملوا ايه على الفور الاطباء قرروا ان هم يجروا عملية لاستخراج المعادن وهنا كانت المفاجأة انه لما اجروا العملية اكتشفوا وجود كيلو جرام كيلو جرام من ايه بقى من المعادن والمسامير في بطن المريض ازهر اصف كمية كبيرة يعني انت يعني لو عملنا بالوايا مثلا كده كيلو جرام مسامير ومعادن يعني حاجة قد كده مش قل من كده مصر غريب جدا قد جوه البطن هو الخبر كله على بعضه غريب ليه اولا طبعا عشان موضوع المسامير والمعادن اللي طلعت من بطنه اللي بتقدر بكيلو كامل ورقم اتنين طبعا اللي عملية قعدت استغرقت حوالي ثلاث ساعات تقريبا يعني الرقم اتنين الغريب قوي انه لما شافوا بعد كده ايه اللي دخل او ليه يبلع المسامير والمعادن دي قالك عشان هو كان يعني مدمن كحول او يعني بيشرب كحول كتير فاقلى عن الكحول فاخد المسامير والمعادن دي انا برضو مش فاهمة قوي يعني هو ده نوع علاج لا يعني لا طبعا مش طبعا علاج بس هو حالة نفسية اعتقد صحبة بدلا ما ادمان الكحول ادمان المسامير لا صعبة صعبة جدا الحقيقة بس هو عموما المستشفى تخيالهم يعني طبعا من كتر غرابة المنظر اللي احنا شايفينه حتى المسامير والمعادن دي قدمت حطت المسامير والمعادن اللي طلقوها من بطنه على صنية الصنية الجراحية دي اللي احنا عارفينها يعني اللي هو تخيل حركة داخل على الضيوف مسلا هاي الصنية موجودة متحيلة على شخصة لو انا شايف مظبوط خطت لهم على الصنية مسلا كبات شي واهوة لا انت حطت لهم مسامير وصواميل طلع من بطن مريض الموضوع شوية صعب ولكن خلينا نطمنكو انه في نهاية الامر تم انقاذ المريض وانه حالته اصبحت مستقرة اشتركوا في القناة